الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد من مخيم الأمعاري ما زال خطيرا بحسب الناطق الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرة والمحرارين الفلسطينيين حسن عبد ربو الذي أكد أن الأطباء يبكونه في حالة تنويم نظرا لعدم قدرة جسده على إخراج السوائل التي تتجمع في رئتيه وأضاف عبد ربو في بيان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عائلة الأسير أبو حميد وتواقم الصليب الأحمر وأي جهة أخرى من زيارته ما يؤكد خطورة وضعه الصحي وحذر عبد ربو من استشهاد الأسير أبو حميد داعيا المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر لضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأون منذ تولي نفتالي بنيت رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وهو لا يتوانى عن تمرير أي خطة تهدف لتهويد مدينة القدس المحتلة في تواصل لنهج الاحتلال في التوسع الاستيطاني وتهويد المدينة عبر كافة الوسائل في سبيل استكمال مخططات التهويد في مدينة القدس وعلى رأسها المقدسات الإسلامية صدقت حكومة الاحتلال على خطة تطوير البنى التحتية وزيادة حجم الزيارات إلى حائط البراق خطة ستكلف خزينة الحكومة مئة وعشة ملايين شكل وستركز على طلاب المدارس لضمان الحفاظ على رواياتهم المزيفة عبر الأجيال القادمة هذه خطة جزء من ممنهجة وهناك سياسة مستمرة لفرض أمر واقع تهويد في منطقة حائط البراق وحتى في مدخل باب العمود وهذا يأتي في إطار الحديث عن التليفريك الذي سيغير في معالم ومكانة وامتداد المناطق الأثرية والتاريخية والحضرية إضافة إلى خلق حالة يومية كما يجري خلال الأيام الأخيرة بدعوة لطلب مدارس دينية أو لقاءات مباشرة في هذه المنطقة ومنذ تولي نفتالي بنت رئاسة حكومة الاحتلال لم تتوقف المخططات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية وبالأخص في مدينة القدس المحتلة إن كان بإداع خطة لبناء 1465 وحدة في جبل أبو غنيب أو بالمصادقة على أكبر خطة استيطانية في مطار قلنديا والتي جرى تأجيل العمل عليها بسبب الضغوطات الدولية نفتالي بنت استقرم من حكومة نيتانياهو بسبب عدم تطبيق مشروع A1 وعدم اتخاذ كرارات تهودية في داخل الكدس وعدم إخلاء وتهجير الخان الأحمر وبالتالي نحن ندرك تمام أنه الأكثر تطرفاً والأكثر التساقاً في برنامج المستوطنين والجمعيات الاستيطانية وما يجري تحديداً في الكدس الإعلان خلال أقل من شهره عن ما يقارب 8000 وحدة استيطانية كانت على دفعات الأولى في 3500 و 2500 والخطر في الموضوع ليس فقط هو تعزيز ما هو قائم من المستوطنات والكتلة الاستيطانية بالبناء بؤر استيطانية جديدة واستهداف أحياء ومناطق جديدة ولا تنفصل هذه المخططات عن محاولات متطرفة متواصلة تطالب بهدم المساجد في العاصمة المحتلة إن كان مسجد الرحمن في بيت صفافة أو مسجد التقوى في العسوية بحجة البناء دون ترخيص فالاحتلال يحاول أن يمحو أي وجود عربي في العاصمة المحتلة من مدينة القدس آية الخطيب رؤيا وفي سوريا تواصلت الاشتباكات بين الأكراد ومقاتلي عصابة داعش الإرهابية بعد هجومهم على سجن في الحسكة شمال شرقي البلاد الاشتباكات أسفرت عن مقتل العشرات من الطرفين إضافة إلى مدنيين وكان هجوم عناصر داعش على سجن غيران في المدينة بدأ ليلة الخميس الجمعة فيما يحاول المقاتلون الأكراد احتواء الهجوم المتواصل لليوم الرابع وسيطرة على السجن وإنهاء تواجد داعش في محيطه وذلك بدعم من قوات التحالف الدولي وإلى لبنان حيث قال وزير الخارجية الكويتية الشيخ أحمد ناصر الصباح إنه قدم إلى السلطات اللبنانية قائمة بإجراءات مقترحة يتعين اتخاذها لتخفيف حدة التوتر الدبلوماسية مع دول الخليج العربي وقد سلم المقترحات إلى رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والرئيس ميشيل عون خلال زيارة هي الأولى لمسؤول خليجي كبير إلى لبنان منذ نشوب التوتر الدبلوماسي في العام الماضي وتأتي الزيارة التي اشارى تنصيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين لبنان والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة نقلت إلى فخامته سبب الرئيسي لزيارتي إلى لبنان حيث أحمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجدداً مع لبنان كل هذه الأفكار والمقترحات مستنبطة وأساسها قرارات شرعية دولية والقرارات الأخرى السابقة لجامعة الدول العربية أدانت الجامعة العربية ما وصفته بالهجمات الإرهابية الأخيرة التي نفذتها ميليشيا الحوثي اليمنية في الإمارات دعاية دول العالم أجمع إلى تصنيف هذه الميليشيا بالإرهابية وقالت الجامعة في بياناً صدر إثر اجتماعاً طارئ على مستوى المندبين الدائمين في القاهرة إنها تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم على المدنيين والأهدف المدنية من قبل الميليشيا الحوثية بحسب البيان بعد وصول أول وفد من طالبان إلى أوروبا منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان بدأت محادثات للحركة في العاصمة النرويجية أوسلو مع ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني المحادثات التي تعقد خلف الأبواب المغلقة في أحد الفنادق في المدينة تركز على حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في أفغانستان وتسبق اجتماعات مرتخبة سيعقدها وفد طالبان برئاسة وزير خارجيتها أمير خان مع ممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى محادثات ثنائية مع مسؤولين نرويجيين عقب إطلاق نار وقع في ثكنات عسكرية نفت سلطات بوركينا فاستو وقوع انقلاب عسكري في البلاد وذكرت وكالات الأنباء أن إطلاق أو أن إطلاق النيران بدأ في أحد المعسكرات بالعاصمة الذي يضم قيادة أركان الجيش ما أثار مخاوف من أن البلاد تشهد انقلابا وهو الأمر الذي نفته الحكومة وفي الوقت باته أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو مئة شخص تجمعوا في ساحة وسط العاصمة بعد إطلاق نار في الثكنات هذه الاترابات تأتي بعد أكثر من أسبوع من توقيف 12 شخصا بينهم ضابط كبير في الجيش الاشتباهي بتخطيطهم لزعزاعة استقرار مؤسسات الدولة جامع في أسفله مصلى قديم يعود إلى القرن الثاني عشر اكتشاف أثري مهم شهدته مدينة الموصل في العراق لنتابع اكتشفت تحت جامع نوري إحدى معالم مدينة الموصل في العراق أرضية مصلى قديم يعود إلى القرن الثاني عشر في اكتشاف أثري مهم أتثمرت عملية تنقيب بدأت قبل أربعة أشهر ولا يزال المسجد قيد الترميم برعاية منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو خصوصا مأذنته الحدباء التي تعود للقرن الثاني عشر بعدما دمر في حزيران عام 2017 بفعل متفجرات وضعتها عصابة داعش الإرهابية كما يقول الجيش العراقي اكتشاف مهم جدا هو عبارة عن أرضيات المصلى القديم للجامع النوري وهي أوسع من الأرضيات المشيدة حاليا والتي تم إعادة بناءها فوق الأرضيات السابقة في فترة أربعينيات القرن الماضي إضافة إلى اكتشاف مهم جدا وهو عبارة عن محلات للوضوء تحت الأرضية القديمة العائدة إلى الفترة الأتابيكية هذه المحلات عبارة عن أربعة غرف مشيدة من مادة الحجر والجس أرض الغرف الواحدة ثلاثة ونصف متر تقريبا وارتفاع ثلاثة متر تحوي هذه الغرف على عدة أحواض من الحلان ومغلفة بمادة القير لغرض حفظ مياه الوضوء وترجع تسمية مسجد النوري إلى بانيه نور الدين الزنكي في العام ألف ومائة واثنين وسبعين ودمر المسجد ثم أعيد بناءه في العام ألف وتسعمائة واثنين وأربعين ومن هناك قام زعيم عصابة داعش السابق أبو بكر البغددي بأول ظهور له وأعلن في صيف العام ألفين وأربعة عشر قيام الخلافة وجمعت منظمة الأمم المتحدة يونسكو نحو مائة مليون دولار منذ العام ألفين وتسعة عشر نصفها من الإمارات العربية المتحدة كجزء من مشروع إحياء روح الموصل ويفترض مدير مفتشية آثار وتراث محافظة نينوة أن تنتهي أعمال الترميم في المسجد بحلول نهاية العام ألفين وثلاث وعشرين